بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله سلام حبوبات إن شاء الله تكونوا كامل بخير والأخير وتكونوا كامل في صحة جيدة وتم تشاهدوا في الفيديو تعنات عنها اليوم اللي راح تكون وصفة سهلة اقتصادية ويجيب السبزف بنينا مكنش من اللي ما يحبهاش يحبها كبار وصغر راح نشوفوا مع بعض بصفة المغرونة بالبشامل اللي يجيب للحم وبلد جيش ويجيب السبزف هايلا راح ندخل مع بعض للمطبخ ونشوفوا طريقته مراحل تحضير هايلا الوصفة السهلة وبالنسبة لوصفتنا لنهار اليوم اللي بنات اول حاجة راح نصنق بها اللي هنا راح نحضر مع بعض البيس وصطومات سهلة مهلامة فيها حتى شي كما راح كنت شوفوا في المقرة تاعي كنت حطيت كمية من الزيت خليت الزيت تاعي حتى سحون مليح ضفتاليه اللي هنا زوج ريوس كبار انت عبصل اللي كنت قطعتهم وربعات تكون صغيرة دبلتهم ملح وففلك حل وراح نخلي البصل التاعي يتقلى حتى يدبال بعد ما دبال اللي بنات جيت اللي احنا وضفت حوالي ربع في صوص ولا خمسة تعتوم اللي كنت ربيتهم وراح نضيف عليهم نصف مغرف كبيرة انت عطامات مصبرة وراح نزيد نخليهم يتقلى ومليح وفالاخر لبنات جيت اللي هنا وراح نضيف زوج بطاة تاع طون زيت اللي كنت نحيت لما ذاك الزيت حتى فط بيه راح نحتاجه فيما بعد وضفت الطون تاعي حبيتوا اللي بنات تديروا طومات تديروا عادي راح نزيد نخلي الطون تاعي اللي هنا يتقلى شوية وفالاخير ضفت فنجال انتعمة وراح نخلي لاصص طومات تاعي تغلي غير شوية لبنات جوز ما تبدأ تغلي نحسب لها دقيقة اولى زوج ونطفع ليها ملازمش نخلي بها تنشف من اذاك المال يضفناه وهي ليكم الهنا من بعد ما طابت هنا راح نطفع ليها وجيت الهنا راح نحضر لاصص بي شامل بالنسبة لاصص بي شامل لبنات تدرت هذاك الزيت اللي كنت صفيته من الطون اضفت عليه مغرف تازبته وزوج مغارف ونصف انتاع فارينا وراح نخمصها من مليح حتى نشوف الفاريناتاي اللي بنات تتبدل اللونتها بهذا الشكل وجيت الهنا وراح نضيف اترة تحليب بالنسبة لاصص بي شامل لبنات هنا نحتاجها تكون خفيفة ما لازمش تكون تقيلة راح نحرك حتى تثقى اللي بي شامل تعيي اضفت كمية صغيرة من الجوبن الابياضي لما عندكم شرحات استغناء وعليها هادي وهي اللي يقوم لي هنا لبنات من بعد ما طابت شوفوا القوام اللي ينتحصلوا عليه هنا لبنات راح نطفي عليها وروحون نكملوا مع بعض باقي مراحل الوصفة بالنسبة للمقارونة لبنات انا كنت ادي ترطلت ع مقارونة غاليتوش فيها ماء وملح وزيت فقط من بعد ما غلت صفيتها وزيت شليلتها مليح من بما البارد وكي ما راكم نشوفوا هنا جوت الملتعي اللي يدخل للفرن حطيت كمية ملاصص بشامل هي اللولة وراح نفرغ اللي هنا المقارونة نتاعي نحاولون نشيوها مليحة على كامل سطح الملتعي هكا تعد متساوية من بعدك جبت الهنا كمية من الجبن المبشور لنا استعملت لبنات شيدر حطي طبقها من الجبن المبشور وراح نزيد نحط تذيك لاصص طمات اللي كنا طيبناها مع بعض حتى هي البنات نحاول نمشيها كامل لسطح الملتعي من بعدك البنات نجي الهنا ونزيد نعاود نغطيها كامل بالبلاسوس بشامل كما قلت لكم هذي اللقاء على البنات ساهل ماهل في دقيقة انتم ما حضرتوه يعني مش رح يدي معكم كامل الوقت نحاولون احنا نغطيها مليحة بهذي كلاصص بشامل من بعدك البنات رح ندخل مقارونة تعيل الفور نشعلها السابق تحت غير ما نشوفها البنات بدت تحمر نضفي عليها ونزيد نشعلها من فوق جز ما تدريك التحمر المليحة رح نزيد لها كمية من الجبن المبشور جز ما نشوفوا بداي يذهب رح نطفي عليها ونخرجها وهاي لكم لحنا المقارونة تعيب البشامل بعد ما طابد شوفوا البنات اللحنا يمزل هسخونا صدقوني جي بزف بزف عيلة وكي ما قلت لكم بقدير جد جد بسيطة ما فيها حد شي وهاي لكم لحنا شوفوا كيف مهجي لك هنا البنات نكون وصلت للنهاية لفيديو تانا تنهى اليوم ما بقى لغا نقول لكم دمتم في رعاية له وحفظي وصلاوني في فيديوات جديدة سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر